السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كل باسماني معكم الأستاذ الصفاء من قناة تيو كل باسماني الأول مرة وعجب الفيديو ما ينساش اشترك وفعلنا الجرس اليوم بإذن الله تعبير كتابي أو إنشاء عن الأمانة الأمانة فضيلة من أجل الفضائل التي يجب أن يتحلى بها الفرد والمجتمع اكتب في هذا الموضوع مبين صور الأمانة وأهميتها الموضوع الأمانة موضوع مهم أكيد بيأتي كثيرا في الامتحانات خصوصا للمرحلة الإعدادية والبدائية العناصر عندنا في البداية نكتب العناصر العنوان الأول نكتب الأمانة تحتها العناصر عندنا العناصر رقم واحد معنى الأمانة صور الأمانة وأشكالها ثلاثة أهمية الأمانة أربعة الأمانة في الإسلام خمسة عاقبة تضيع الأمانة دي إلى ناصر نكتب على أساسها الموضوع في البداية الأمانة صفة حميدة وفضيلة كبرى لها مفهوم واسع فهي تشمل كل ما يجب على الإنسان آداؤه وحفظه دي مقدمة طور مقدمة معنى الأمانة من أول إثنان داء العرض صور الأمانة للأمانة صور وأشكال عديدة فهناك أمانة للدين وهي أعظم أمانة وتشمل العبادات والفرائض تشمل العبادات والفرائض ويجب أداؤها على أكمل وجه هناك أمانة المال وتعني حفظ الإنسان حفظ الإنسان مال غيره فلا يأخذ منه بغير وجه حق هناك أمانة العرض فلا يخوض الإنسان فيما ليس من حقه هناك أمانة السر فلا ينشر الإنسان سراً وأتمنى عليه هناك أمانة العمل وتعني أن يؤدي الإنسان عمله بإتقان وهناك أمانة الأهلي فيهتم الإنسان بكل من عليه مسئولية اتجاهه دي كلها صور الأمانة أشكال الأمانة هتكلم على أهمية الأمان وللأمانة أهمية كبيرة فهي تحفظ حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم وتنشر الروح الثقة في المجتمع فيزداد تربطاً وتمسكاً ويصل إلى أعلى مكانة العنصر الذي يليه أهمية الأمانة الأمانة في الإسلام يعني استشهاد من الدين أو دعوة الدين بالتحلي بخلق الأمانة الأمانة لها أجل مكان في الإسلام حيث قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقى بالصادق الأمين وكان الكفار قبل بعثته يضعون أماناتهم عندهم أماناتهم عندهم والمجتمع الذي يضيع أفراده الأمانة تجده ضعيفاً غير متماسك تسهل السيطرة عليه تسهل السيطرة عليه لأن الحقوق فيه تضيع فتزيد الجرائم وتنتشر روح الكراهية فينتهي الأمر إلى الانهيار دي كل هدي عاقبة تضيع الأمانة فيه عندنا رقم ستة مش تذكرينها خاتمة خاتمة ستة خاتمة ولذا علينا أن نهتم بالأمانة بكل أشكالها وصورها حتى نصل بمجتمعنا إلى أعلى الدرجات ونكون قدوة لغيرنا ده كده موضوع عن الأمانة ستة عناصر معنى الأمانة صور الأمانة أهمية الأمانة الأمانة في الإسلام عقبة تضيع الأمانة ستة خاتمة موضوع لو تريد عشر سطور ممكن تلخصوا الموضوع مقدمة عرض خاتمة الموضوع في سطر ونصف الخاتمة سطر ونصف نصيحة بنصح بأن نهتم بالأمانة بكل أشكالها والعرض ذكرنا صور وأهمية الأمانة وأمانة في الإسلام وعقبة تضيع الأمانة والمقدمة تعريف بسيط للأمانة ليس بالضروري المقدمة يكون تعريف ممكن لمحة بسيطة ممكن شاهد المقدمة ممكن لمحة بسيطة لمحة عن الموضوع آآ برضو ممكن ليس بالضروري أن يكون تعريف دقيق ممكن تعريف غير دقيق آآ وبرضو كمان نلتزم بعلمات الترقيم الشرطة الفاصلات النقطة آآ برج من الأخرى فاصلة عند القول قال يقول قلتو نضع النقطتين آآ الشاهد نضع المزدوجين في البداية نفتحهم نغلقهم في النهاية التعبير يبدأ هنا أترك هنا بياد فريغة بسيطة فريغة بسيطة آآ في بداية كل فقرة جيدة نترك آآ مسافة بسيطة هنا مسافة بسيطة أو هنا أيضا مسافة بسيطة خاتمة أيضا نترك مسافة بسيطة آآ لكي تكون تعبير منظم وجيد نهتم بكل اللي بقول عليه نهتم بيا عشان ناخذ كمان درجة جيدة والدرجة آآ مرضية لكم ونحاول نتلاش التشريب ونكتب آآ نكتب الجمل والعبارات خالية من آآ الأخطاء اللغوية والإملائية موجود في قنوات تعبير كثير عن أمانة أنا منزلاها كتبها بإيدي آآ يعني آآ أكيد لو تريد موضوعات الأخرى تجدوها في القناة عن الأمانة لا تبخي لنا باللايك قبل الخروج إذا كنت الأول مرة بتسمعني واستفدت من الفيديو اعملونا اللايك وكمان اشتراك لو حابب انت تسمع تسمعني مرة أخرى أتمنى منك انت تشترك قبل الخروج وكمان لو تستطعت تشير الفيديو شايرونا الفيديو وجزاكم الله خيرا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر